الأسبوع الماضي كان مليان بالإنجازات وعملنا خطوة كبيرة من مشروع البناء الذاتي وصبينا أول مرحلة من أساسات البيت ومش ضايل غير القليل لنقدر نبلش بالبناء كملنا بيت الدجاج وضفنا حياة جديدة للمزرعة خلتنا نتحمس أكتر إنه نصير ننتج من أرضنا حتى لو شي بسيط وهلو أسبوع نحن نشتغل شي جديد علينا والخطأ فيه مش مسموح اشتركوا في القناة الأرض خيارة المعرفة المعرفة المترجمات على حال المكان المترجمات ثلاثة أربع أيام الآن المحشرين هنا وبعدها نبدأ ونطلعهم أول ما أفتح الباب بدأ يطلع يستكشف طبعا الدجاج اللي أنا جايبوه دجاج بياض والأكل اللي جايبو أكل لدجاج بياض بيكون البروتين فيه نسبته عالية وفيه كالسيوم واشياء عشان يساعد الدجاج انه يبيض بس اللي فهمتوا انه لما يكون فيه ديك الديك ما بيصير يأكل من أكل الدجاج البياض انه بصير عنده ارتفاق انه بالكالسيوم والبروتين لزيادة بصير عنده مشاكل صحية فلازم لازم اجيب اكل مش متأكد لسه لازم اجيب للديك لحال وللدجاج البياض او لازم اجيب نوع بصير لالتنين اللي عنده خبرة بهذا الموضوع يحكي لنا ايش اللي المفروض الاكل ينحط له هنا اول مره من الربجاج طبعا فما في خبرة بهذا الموضوع هذا الطابق الثاني هذا الطابق الثاني هذا الطابق الثاني فهي عم من هون بدها تنزل وتنزل تحت بس هادة عملها أساس تنمد جوة الحيط بس خطأ تنمد جوة الحيط الخارجي عشان اول ايش تكون اقرب على البرودة وممكن تتجمد وتاني اشي رح تعمل لنا كل سبط جوة الحيط لانه رح يتفرق العزل رح يكون مفرق ومحبوب محلو انبوك وهذا الاشي مش صحيح هذا اذا كان بالحيط الخارجي رضا البسبوس ومحبوب محبوب شكله ويا في بيضة ويا في جاجة عم بتبيض هلا بناخد يونان من نزله شيك رح يكيف إذا لقى بيض يونان شو بدنا رح نشوف 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 إذا في بيض يالله لماذا تفعل ذلك؟ ماذا؟ هل 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 هنا؟ اه حطيت لهم عشان يفوت عليهم هوا بابا حطيت لهم شبك هون اين؟ الصبح كيف تفعل ذلك؟ لا بدون تفعل ذلك ماذا تفعل؟ بس حشرتهم حشر حسنا افتح شوي شوي اه ما في ولا بيض ولا في اشي يا يونان او لا ببعا موضوع تحديد لازم تحديد موضوع تحديد 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 19.4 انش 20.5 ميزة كان لازم جبنا الخيمة من غيرها فتحناها هون بمنطقة عشان حط فيها اقراضنا تكتخيم جوا بيتي جوا البيت جوا الصالون مش عاملين واحد تفيت واحد سنتمتر ليناتهم عاملين هون اندى الفيت كنا منقدر نحط بس الجدار الداخلي لليوتاليتي روم ونشتغل عليه وهون بهاي الجهة اللي بدي يطلع منها انبوب لفوق برضو رح اه معناته احنا محتاجين الجدار الداخلي لانه بدي يطلع الانبوب من خلال الجدار الداخلي على الطابق الثاني يعني احنا عم نشتغل تقريبا صح احنا مستغل احدد الجدار الداخلي اللي هو سماكة الخشب اللي رح نستعمله اربعة انش بكون بس؟ اربعة انش بيكون 10 صانتي يعني يعني حتى بالبلاد عنا بستعمله 10 صانتي توب 10 صانتي بعد العشرة صانتي بيجي عليه الفنش هو اللي هو ممكن يكون خشب ممكن يكون اهى اب ايش بيسموه الالواح البردز اه ,جيبسون بورد بالضبط انت ليس احكى البلاد البلاد أخذنا التمر الفيديو ثم كيف نتحضها؟ لنقاذ به منفذ هذا هذه المنطقة جدا باستنسى وحمام وحمام وكل التمديدات الرئيسية ستكون من خلال تحت الأرض بالحمام وفي الحمام ورح تطلع من الحمام اللي هون على الطابق الثاني عشان تعمل تصريف صحي للطابق الثاني لأن الحمام الثاني رح يكون فوق الحمام الأول الأول وبطتنا وبطتكو انت شو اللي حاملوا تعال اشوف شو اللي جايبوا هذا ما هي اللي زرد هوم ما يعني بالعربي في العربي لا ما يعني هوم بالعربي بيت و اللي زرد ما يعني بالعربي سهلية سهلية يعني عم تعمل بيت للسحلية نعم في مثل مهم هون شو بقول ماذا؟ مجر توايس قطت وانس قيس مرتين وقص مرة واحدة فبدنا نقيس المرة التانية داش وثنين الخارجي صح؟ اوه أصلي فنحن نعمل على الطابق اللي تحت رح يكون فيه غرفتين نوم وغرفة نوم فوق تنتين نوم تحت والقعدة والمطبخ والصفرة والطابق الثاني رح يكون فيه غرفة النوم الماستر هاي انش تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمانية فيت وين تمانية فيت؟ هاي تمانية فيت وعشرة إنش؟ وهاي عشرة إنش كل شي بأميركا تب علمها منيح؟ ماش رح أعلم شيلة في دول غير أميركا بتتعامل بموضوع الإنشز والفيت؟ على ما أعتقد الإمبريال بس أميركا على ما أعتقد لأن أوروبا بستعملوا سانتيمتر ممكن أستراليا بس أنا مش متأكدة أستراليا لا أستراليا زي بريطانيا سانتيمتر م RUSS خاش جسدي مرحب إلى ما أحد منهم إشتركوا أن على كان примерно 3 متف És سانتيمتر تسعة فلن أميركا ما得ن أستخدموا بالخد sistema وأن موضوع المكتانات الآن جديدة أو هناك إقتربة أو أي называется قسمتر أوروب أوصط وين المصمار بده يجي هيك صح؟ كملة؟ عادي ما في مشكلة إذا كان في تمتدات بالحيط الداخلي هي أسهل بالداخلي أصعب لأن الحيط أربعة إنش والبايب ثلاثة إنش فما في كتير مساحة للواحد يلعب فيها إذا البايب جزايح شوي رح يخرب وإذا الحيط جزايح شوي رح يخرب موسيقى 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 هل تبدو بابل؟ موسيقى عندما يوجد قطع بابل قطع بابل فهو يجب أفضل يجب أفضل يونان يقول أن يوجد قطع بابل يقول أن يكون تفضل يونان تقو بابل فمت Huh والله برافو ايش هاده نقرين هاش كلو نقرينها او لي يعني شو يعني باعرفش لانه بكونوا لسه مش متعودين عليها هاي اول الانتاج شو هاز غنيت يعني هاي كتابيت عصبور I want to fertilize it I want to eat eggs I really want to eat بدك ايجز صار بدي ايجز اكيد هلا رح سيني ماشي يلا وكبرني كيف طعمهم د providers موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة بسبب الغلطة تبعت مسورة التصريف ما نحطت على عمق مناسب سنضطر نحفر هذا الخط كلياته على عمق 60 سنتي لازم ننزل 60 سنتي تحت الأرض تقريبا عشان نوصل تحت الفوترز واسحب الأنبوب الجديد من تحت الفوترز الأنبوب الأديم رح أخليه رح نكون بس لغرفة الغسيل أو لليوتيلتي روم عشان نسحب منه خطوط لمية الغسالة بدي أوديها على محل بالأرض ما بدي إياها تنزل جوه السبتك سيستم لأنه اللي حضر معانا لما ركبنا السبتك سيستم اللي ركبو لنا السبتك سيستم حكوا أهم إشي وأكتر إشي بيدمر السبتك سيستم الأدوية تبعت الغسيل وتحديداً اللي بحط بليتش أو كلور أو المبيضات هدول بيدمروا السبتك سيستم النظام اللي جواتها بيخرب من ورا هاي المواد الكيموية كلاة البيضة تبعت الشيكين كيف البيضة؟ زاكية؟ سوفر تيستي؟ طبعاً طبعاً إنتاجها؟ قافي 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 وهلا والله قافي 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 فtin صار مشكلة بالكمبيوتر باللابتوب نظل يطلع العرار أريد أفتح فايلات وأطلع منها إياسات أريد أخذ تفاصيل وفيه 500 سؤال براسي يعني أتأكد كيف الخطوط بدها تركب وين قديش المسافة قديش بدي أبعد من الحيط تحديدا لأنه الحيطان عنا مش رح تكون حيطان تقليدية فااا قديش لازم أبعد عن الحيط ها أحاول أطلعها من الملفات التي بعت لي معها المصمم بس مش آدرا أفتح الفايلات رح تبا 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 تلك المسافة عندما أعطوا لي أتحضل لحصول لحصول لد مالتقل 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 اجب ثم نقصر من هناك مالتقل يجب ان يجوز يجب ان يصل على المنزل حتى يسقط وكذلك يكون جداً يمكنني أن تقوم بسرعه يا سلام عليك أساعدك 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 لذلك يمكنني أن تقوم بسرعه إلى هنا أساعدك يا صباح الخير مبارح ونحن نخرج إياسات من اللابتوب لكي نكمل تعليم نعرف بالضبط وين نحفر وين التفرعات الموسير التي ستكون موجودة اللابتوب بدأت أن يخرج وشوي شوي صار يزيد بطلت أقدر أفتح ولا شيء لوجه الصباح وأنا أعمل باللابتوب لشحطة كانت كل الملفات ستذهب طبعاً لابتوب يوجد عليه شغلنا الأونلاين عليه كل الفيديوهات التي نصورها وعليه المخططات وكل شيء على كل حال أعرفت أن أعمل اللابتوب مبارح بالليل بس مطل في عليه ولا برنامج بده قاعدة شغل طويلة على كل حال بدنا نرجع نكمل شغل عشان نستغل للوقت بدنا نبلش نحفر الخط الرئيسي وبعد ما نخلص الخط الرئيسي بدأ أرجع أشتغل شوي على اللابتوب أقدر أطلع منه الملفات أقرأها ونأخذ تفاصيل ونكمل شغلها يالله كل واحد على موقعه يالله كل واحد على موقعه هذا سيدي موسيقى الشمسات اليوم إشي مرتب يعني اجتهيت لو في عندي هاي الخيمة ومن الأربع رجلين الواحد بحطها بصير يحفر تحتها كان خففت علينا كتير بس يالله مش ضايل إشي غير تلتة أربعة طريق موسيقى نهاية يجرز مثل تجرز نفسك أضاقى وسينا رجل لقد أذهب إلى الاشخاص والنظر يكون للحديث و لماذا يمكنك الكلسات؟ أبعد عن هذا الحديث تضبط حالك عملنا قد لا نستطيع اليوم وصلنا إلى مرحلة لازم أن نكون هناك إياسات وإرقام فطر فادي يرجع مرة تانية على الملفات ونقرأ أمور تانية ونكمل شغل ففي هذا الوقت قررت أن أخذ ينان على مكان قريب على حديقة يلعب شوي ونرى أطفال ونجد مشتريات نخلصها ونرجع ونرى أطفال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهندس المشرف على المشروع جاء يتأكد إذا الشغل مضبوطه لا لكن ليس شكله عاجبه موفن بالمناسبة يونان يسمى موفن تعرفوا الواحد لما يكون عم بيعمل بده يعمل اشي صعب تغييره بظل يراجع فيه بدال المره عشرة عشان يكون متأكد انه هذا هو الاشي اللي بده بقية زي حتحط هون زي حتحط هون ايش عم بتسوي انت؟ ميكين بليدو تلونها هل يمكنك أن تفتح بها؟ هل يمكنك أن تفتح بها؟ قليلاً قليلاً هنا واحد ثانين ثلاثة كاتربيلر وضع الججاجات هل ستفتح بها؟ يلا لم البضات يونان موضوع تباك 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 وصار وقت اني اطلعهم بره بدي اطلعهم اخليهم يطلعوا يصرحوا بهاي المنطقة سلازم اروح اشتري اشي بسموه سكراتش اشي زي حلويات يعني اشي زي الحلويات بالنسبة للاطفال عشان يساعدني اني اجيبهم امشيهم وراي باختصار شو راي هتجيب طيئة بدي اجيب اشياء للدجاج اول شي بدي اشوف كمان شي عشان موضوع التصرف الصحي ومبوب اعرفش اذا رح يكون موجود اشي انا بخيله براسي اعرفش اذا رح يكون الخيال تبعي متواجده على ارض الواقعة ما بعرف ليش بتفائل بس اجي عند المنطقة تبعت المينو نايتس يعني صحيح عايشين حياة بسيطة بس كل بيوتهم مرتبة وبكونوا زارعين ورد يعني مرتب دائما حولين بيوتهم هذا كمان يشي للمينو نايتس ببيعوا اكل قيور واكل دجاج وكلاب كل شي فيه اشياء بسوية هون لوكالي بصنعوها همه وفيه اشياء بستوردوها انا بعدني عم بشوف شو اللي لازم اجيبه شو لازم اسير اطعميهم وفيه اطعميهم وفيه اطعميهم استانى شوي استانى خلق هون تته؟ اندみت متى سيدنا؟ تماهب انا؟ أبس سيدهم؟ احب moving on a bit succeed نظان حط لها حجار وحط لها كشب وحط لها كشب شغالين للجاجات بس نكمل حفر هلأ بس نخلص شغالين للجاجات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش راضين يطلعوا الجاجات اشي كويس لانه معناته حاسين بامان جوا هذا البيت فاذا طلعوا منه بس تبلش تليل الدنيا رح يرجعوا عليه بدي اعطيهم شوية وقت بنرجع منشيك عليهم لاحقا يعني اول على اخر رح يطلعوا فرجيني الالة اللي بتشتغلي فيها بلا هاي هاي واحسى من كل الالات وما بتاخد مني زهد وانت بدك تحفر هيك منطقة بسيطة فانا بحلي الموضوع مهمين حكي انها منطقة بسيطة هاي المنطقة كلها بدها تنحفر اوكي انا بحفرها بها عاي وبدون ما عمسك اي اشي من الاغراض اللي انت بجيبهم سانة الالتين وستة وعشرين منكون خلصنا كنديد موسيقى قربنا نصل عند الفونديشن عند الفوترز بس هذا عشان انه وصل له اشهر معمول له كومباكت مكبس كله عبعضه وهاي الخلطة عبارة عن احجار وطين واشياء بتكبس عبعض فحفرها مش اشي كتير سهل بس هاي هي الاداة المهمة اللي رح تحفرنا انا خايف تحفر الاساس فيها بالغلط احنا بتعرفي وصلنا تحت الفونديشن تحت الفوترز نعم موسيقى والله برافو مادام الخبرة بتقوير الكوسة اطلع في منها فاي موسيقى 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 رجعت كحشتهم كحش من البيت تبعهم ليطلعوا شكلهم يبردوا بحفروا وبقعدوا وبنقروا يبردوا من الشوب اليوم الجو حامي إن شاء الله المهم هو أن يرجعوا على القفص لتعتم مدير المشروع الانسبيكتر الجديد قربت ليل وهذه اللحظات هم مكيفين بره شكلهم مش ناويين يفوتوا لحالهم شكلهم عتمت الدنيا ولم فاتوش لحقت وراهم واحدة واحدة عشان أفوتهم وقعت النظارة وفكت العدسة بس عملنا شغل ممتاز يونان يونان ساعدني يونان ساعدني شوفت أشياء الأرض بيعكس لا بيعكس عمل عاكس لأني العدسة تبعت النظارة لا بيعكس اليوم سأتركهم ضرحتهم لا سأذهب لا من الجهة هديك مبارح أنا من الجهة هديك عملت لهم زي هيك يعني كالشيط هم طلعوا كلهم مرة واحدة بس طلعوا عن خوف ما طلعوا عن وعي و جاء عبالهم يطلعوا وما فهموا من وين لا يطلعوا ولا من وين بدهم يفوتوا فاليوم سأتركهم لما يقرروا يطلعوا لحالهم يطلعوا ما بدهمش يطلعوا لعمرهم يطلعوا يطلعوا لحالهم بصاحة بصاحة صحة واوه لم يكن هناك مجنون أبوه لم يكن هناك مجنون مجموعة نزغير هااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله بكرا الصبح نبدأ تركيب الموسير تحت الأرض لكن انا ضايل علي اتأكد من شغلي واحدة وهي موضوع التهوية موسير التهوية كيف تركب هذه الموسير لا اتأكد منها اتجاجات اتجرقوا وطلعوا لحالهم من القفص والله يا ريتو ألف مبروك 喂 حسنًا كل أستطodzi حسنة photos اشتركوا في القناة عملت توزيع مبدئي تصححوني اللي عنده خبرة بهذا المجال يحكي لي ملاحظات اول شي هذا جاي من الطابق اللي فوق هاي في الها كمان تكملة بدها تيجي زي 21 و 21 درجة بدها نوصل مع هاي بدها تاخد من هون من التويلت سيت بتروح لهون ولازم اجيب البيتراب هون وينشبك راح اشبك البيتراب هون بده يصير تيجي المي من الشور لهون وبعدين تسحب ليش عشان هذا هو اللي راح يكون راكب عليه التهوية هون راح يكون فيه كوع وطالع عشان تنشبك فيه المغسلة هاي هون لسه ما حفرت لها نص انش هاي بدها تروح للمغسلة هون راح يكون فيه مغسلة فهذا النص انشلع لها بتكمل دغري بعدين هاي بده يجيها الخط تبع المطبخ من المطبخ راح يجي لحد هاي للمعلومات هذا الجاج نوعية او سلالة بريطانية كأنه بسموها أوربينغتون الأبيض سادة كورنش والأبيض الملطش الأوربينغتون بس على ما اعتقد الشخص اللي انا اشتريت منه الجاج هو كان جايب هدول فاصيلتين ودامجهم مع بعض لانه بيستعمل نفس النوع نفس النوع لاحم وبيستعمل نفس النوع بيض فهذا اللي كان بسعاله انه يوصل لمرحلة انه عنده نوع واحد من الدجاج بزبط لحم و بزبط للبيض موسيقى 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 رحل موسيقى 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 هذا هو تقميس مع زيت زتون يظهر فخم على الآخر كأنك زارع بطيخة هون كمان هاي بطيخة يونان يونان زراعة امضي فخم جدا سلوى هاي بطيخة انها هاي بطيخة هاي بطيخة يولا يوسع يوسع اشتركوا في القناة بلا شي يطلعوا الفاير فلايز اه فرجيني بدأ اشوف الضوطة باها اشوف واو ليش بتضوي هاي عم بتنادي اصحابها لما تضوي هاي هاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة